الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرانيتش موجز لاهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزية وخلال لقائه مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تطوير السياسات النقضية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية مشددا على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار رفض الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانيسكي إجراء أي مفاوضات سلام مع موسكو قبل الانسحاب المسبق للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية وقال زيلانيسكي إن الروس الذين يقتلون ويدربون المدن الأوكرانية بصواريخ باليستية صواريخ كروز كل يوم لا يمكن أن يكونوا راغبين في السلام مشددا على ضرورة مغادرة القوات الروسية لأوكرانيا أخلت السلطات الروسية قريتين روسيتين بسبب حريق اندلع في مستودع للذخائر يقرب بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وقال حاكم المنطقة في بيان له إن مستودع للذخائر اشتعل قرب قرية تيمونفو الواقع على بعد أقل من خمسين كيلو متر من الحدود الأوكرانية في إقليم بيلجورد مشيرا إلى أن الحادث لم يتسبب في سقوط أي ضحايا أعلنت مدينة خاركيفل الأوكرانية مقتل 17 شخصا وإصابت نحو 42 آخرين في هجومين روسيين على المدينة الواقعة شمال شرق البلاد وقالت خدمة الطوارئ المحلية إن ثلاثة مدنيين قتل وأصيب 17 في هجوم صاروخي وقع قبل فجر الخميس وجاء ذلك في أعقاب هجوم روسي على خاركيف الأربعاء وقالت خدمة الطوارئ في البداية إنه أسفر عن مقتل 12 شخصا أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش عن قلقه البالغ إذا الوضع في محطة زربوريا الأوكرانية التي تعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد تعرضها للقصفة وأكد جوتيريش للصحفيين بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانيسكي ضرورة سحب العتاد العسكرية والقوات من المحطة مشددا على ضرورة عدم استخدام المنشأة في إطار أي عملية عسكرية وقال جوتيريش أنه تواجد أنه توجد حاجة ماسة إلى اتفاق لإعادة أعمار البنية التحتية المدنية في زبروجيا وضمان سلامة المنطقة قالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر أمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجهز لمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها نحو 800 مليون دولار وأضافت المصادر أن بايدن سيأزن في المساعدة باستخدام سلطة رئاسية تسمح له بإصدار أوامر بنقل فائد الأسلحة من المخازن الأمريكية لافت إلى أن إعلان المساعدات قد يتأخر حتى الإسبوع المقبل أعلنت السلطات الأمريكية سقوط قتل في حادث تصادم بين طائرتين صغيرتين قبل هبوطهما فوق مطار محلي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وقالت إدارة الطيران المدني الأمريكية أن الاستضامة وقع بين طائرة ثنائية المحرك كان على متنها شخصان وطائرة أحادية المحرك كان على متنها الطيار فقط وأضافت في بيان لها أن الطائرتين استضمت ببعضهم البعض بينما كان الطيران في مرحلة الهبوط الأخيرة في مطار واتنفيل المحلية من جهتها قالت إدارة مدينة واتنفيل إن الخساء الحادث أسفر عن سقوط قتل دون أن تحدد عددهم أو تقدم مزيدا من التفاصيل بهذا مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل